اشتركوا في القناة لتصل لأكبر عدد منكم فمرة أخرى شكرا لكم ولكل الأوفياء قبل البداية لا تنسوا إخواني متابعة الفيديو إلى آخر تانية لأن هناك أخبار جميلة في آخر الفيديو اليوم إن شاء الله سأريكم موقع محتكر جدا يوفر لنا العديد من الصور الجاهزة لكتب التلوين كولورين بوك وبدون حقوق ملكية رابط الموقع ستجدونه في وصف الفيديو إن شاء الله الآن إخواني واجهة الموقع هي كالتالي فلاحظوا معي إخواني هذه مجموعة كبيرة من الكاتيغوريز أو المجالات التي يمكنكم البحث عنها وكذلك نجدها هنا في الأسفل فشاهدوا معي إخواني العدد الكبير من الكاتيغوريز والتي تمكننا من التخصص في كتاب ما وكما تعلمون فالتخصص كلما تخصصنا في نيتش معين فهو يعتبر ميكرو نيتش وهو الذي سوف يمكنك من الإبتعاد على المنافسة وتحقيق مبيعات أكبر أخي الكريم لذلك حاولوا البحث على الميكرو نيتش فهي التي ستعطيكم أرباح كبيرة إذن إخواني نختار هذا الكاتيغوري الأول أدولت كولوريز ثم ندخل إليه حتى نتصفحه إذن إخواني لاحظوا معي هذه كذلك ميكرو نيتش يعني خاصة بالكولورين بوكس للأشخاص يعني الكبار وليس الأطفال أدولت إذن هنا لاحظوا فهذا كاتيغوري وهذا آخر ويعني مجموعة كبيرة من هذه الكاتيغوريز ما عليك إلا اختيار التي تحب الإشتغال عليها أو التي قمت بالبحث عنها وجدت أن عليها إقبال كبير فلاحظوا معي إخواني فأكثر من ستة صفحات كلها مليئة بالصور وكل يعني واحدة من هذه ندخل إليها مثلا فسوف تعطيك من جديد عدد كبير من الصور وهي على هذا الشكل لاحظوا معي إخواني هذه الصور جميلة ويبحثوا عليها يعني المشتري كثيرا في أمازون إن أردت أنت كذلك أن تبدع قليلا فيمكنك أن تضيف اللمسة الخاصة بك حتى تتجنب أولا أي احتمال لوقوع حسابك في مشكل وكذلك لتضفي تلك اللمسة الخاصة بك التي تميز أي بائع على الآخر أخي الكريم فأنتم تعلمون بأن تلك الجزئيات البسيطة فهي التي تفرق بين بائع وآخر ونصيحة لكم إخواني دائما إذهبوا إلى الـ Reviews الخاص بالكتب المنافسة ولاحظوا يعني التقييمات السلبية التي يضعها المشترون وقوموا بتصحي هذه الأخطاء أو إضافة يعني الأشياء التي يبحثون عليها هؤلاء المشترون ولا يجدونها في كتب المنافسين وبالتالي يكون لكم سبق ويعني امتياز على المنافسين إذن إخواني كما قلت فهذه مجموعة من الصور كذلك فإن أردت مثلا أن هذه الصورة أقوم بالدخول إليها ما عليك سوى الضغط بالزر الأيمن للماوس وأوجست خي وتختار الملف الذي تريد أن تضع فيه هذه الصور ثم تقوم بتحميله بهذه الطريقة ثم نعود هنا أختار مثلا هذا المجال الخاص بالكتب المضحكة لاحظوا معي كذلك إخواني العدد الكبير من النيتشات التي يمكنكم الاشتغال عليها أختار مثلا هذه فلاحظوا إخواني هذه الصور جميلة جدا ما عليك سوى إضافة لمسة بسيطة وقوم باستغلالها فليس هناك أي مشكلة فالموقع كما قلت يمنحك هذه الصور يعني لاستعمالها دون أي حقوق لكن كما نقول دائما فإن أخذها يعني أحد الأشخاص ضعاف النفوس وقاموا برفعها أولا وقاموا بمشاهدة أن الكتب الخاصة بك تحتمع على هذه الصور قد يبلغون عليك لذلك من الأحسن أن تقوم بإضافة لمستك الخاصة كادر أو شيء بسيط تغيير مثلا العيون أو تغيير الأدنين يعني شكل بسيط جدا يمكنكم تغييره حتى تكون بعيد عن هذه المشاكل بكاملها وكالعادة إخواني دائما بعض الأشياء الجميلة والمهمة أضعها في آخر الفيديو لأنني أعلم بأن الأوفياء يتابعون الفيديو إلى آخره لذلك أريد أن أقدم لكم إخواني بعض النصائح إن شاء الله إن طبقتمها ستحققون أرباح مضاعفة بإذن الله فأولا قبل البداية أخي الكريم تذكر دائما بأن هذا مشروع خاص بك وأي مشروع لا بد لك من الجهد الكبير عند بداية العمل فيه حتى تجني الطمار بعد هذا الجهد لذلك لا تنتظر الربح من أول كتاب تقوم برفعه وهذا هو السر الكامل في هذا المجال لأن الأشخاص يضعون كتاب أو كتابين أو عشرة ويقولون لماذا لا تأتيني المبيعات ويقولون بأن المجال ليس فيه أي مدخول وليس عليه إقبال كبير ويتركون المجال وبالتالي يضيعون على أنفسهم أرباح كبيرة إنهم استطمروا وقتهم بالشكل الصحيح لذلك أخي الكريم هذا المشروع يتطلب منك أولا جودة المحتوى حاول أن تكون الكتب الخاصة بك دات جودة عالية فهذه من الميزات التي يغفل عليها الكثيرون ويبحثون عن الكم دائما ولا يبحثون عن الكيف لذلك أخي الكريم حاول أن تبحث عن الجودة فالكاليتي كما يقولون الجودة خير من الكونتيتي من العدد ثم ثاني شيء الاستمرار ارفع كتاب ولا تنتظر الربح منه فمجرد رفعك للكتاب لا تذهب وتبحث عن ترتيب هذا الكتاب وتلك الجزئيات البسيطة فأنت عملك هو التوكل على الله أولا رفع الكتاب ثانيا ثم تذهب إلى إنشاء كتاب آخر وانسى عليك الكتاب الأول وهكذا دوالك فقم بتحديد أهدافك اليومية وكذلك أهداف أسبوعية وأهداف شهرية ولما لا أهداف سنوية لأن الأهداف هي التي تعطينا تلك الدفع الكبيرة نحو تحقيق أحلامنا أخي الكريم فمثلا أنا أقوم برفع كتاب أو كتابين في اليوم نوتبوك وبالنسبة لكلورينبوك أقوم برفع كتاب في ثلاث أيام أربعة أيام يعني هذا هو الحد الأقصى أخي الكريم بالنسبة للنوتبوك تستطيع أن ترفع حتى عشر عشرين كتاب يوميا أنت ويعني طريقة اشتغالك إذن إخواني كانت هذه نصائح بسيطة لكن لها وقع كبير إن أنت قمت باستغلالها بالشكل الصحيح لذلك إخواني لا تنظروا خلفكم دائما أنظروا إلى أمام حتى تصلوا إلى الهدف المنشود إخواني الكرة وحتى لا أنسى أريد أن أذكركم بأن مجموعة كبيرة من الأشخاص قاموا بمراسلة من أجل المحتوى الذي قمت بوضعه مجانا في الدروس السابقة ولذلك ارتأيت إلى أن أضيف يوم آخر سوف أضع الموقع 24 ساعة مجانا مرة أخرى حتى يستفيد الأشخاص الآخرون لأنه كما قلت سابقا رسلني العديد ولا أستطيع أن أرسل لكل واحد يعني إما الخاص به لذلك سوف أقوم برفع هذه الكتب والمحتوية مجانا في الأيام القادمة وسأخبركم بهذا في يعني البوستات الخاصة باليوتيوب وكذلك البوستات الخاصة بالفيسبوك الخاص بنا والانستغرام إذن إخواني وصلنا إلى نهاية الفيديو إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر إعجاب ثم مشاركة الفيديو مع الأصدقاء وإن كانت هذه هي أول زيارة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك أخي الكريم وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول دمتم في رعاية الله